السلام عليكم و مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم سنقتم لكم سلطة زوينة و عزيزة عليها بزاف لسلطة كي اف سي او كيفما كسميها سلطة كول سلو لسهلة بزاف و توجد في ثلاث دقائق لا اكثر ولا اقل عندي بالنسبة لخضر جوج جزارة عندي هنا حمضة واحدة صغيرة و عندي هنا نصف مكورة صغيرة خديد انا مكورة صغيرة و قسمت منها النصف كذلك بالنسبة لبقية المقادر عندي هنا جوج دانون أوietnam يغور الطبيعي تقدر انكم تعودوا بالكريمات Pearl عندي كذلك هنا المايونيز و عندي الملح و عندي السكر سيندا بالنسبة للحامض یا ما تقدروا تستخدموا الحمضة يا ما تقدروا تستخدموا التغفيس وument test للتوسط انا هنا مدام غاد نعسرة غير بيددي اذا غادführناulture الحمضة إذا كنت تستخدمها ستعصرها بالعصارة فهذا الشكي يعني أنا سأعطيك الماء كثير من الحمض إذا تقدر تدري غير نصف حمضة أنا هنا أدرت حمضة واحدة إذا كنت ستعصرها بيدك بالنسبة لغير عصارة بالعصارة اليدوية أو العصارة الضوء تدري غير نصف حمضة حتى تشوف أنت يا اللوغو واش أعجبك ها كوكولة بغا تزيد تحمضها أكثر ديكسات تقدر تزيد النصف الآخر أنا هنا درت حمضة عصر نصف حمضة عصر حمضة كاملة أعتدر ضفت عليه الملح وهنا غاد ضفت السكر ساندة أو للسكر الخاشن ساندة معلقة صغيرة عمرة ديال الساندة والقياس ديال الملح راكم عارفين يعني القياس راك تتخدمي باليد ديالك بالنسبة هنا الياغورت الطبيعي ضروري يكون ياغورت طبيعي ما يكون ش حلو يا إما تتخدمي ضانون هنا يا مستوس أو لا تقدر تتخدمي الكريمة السائلة أنا صراحة كان في ضانون المستوس على الكريمة السائلة حيث ما عرفتش ما كتعجبنيش للكريمة السائلة أنها تكون مطيبة ما عرفتش ما كتعجبنيش لوجو دياله فكان في الضل الياغورت الطبيعي فهو أفضل بزاف منها كيجي كيف ما قلت لكم حتى بالنسبة للحامض تقدر تستخدمي الحامض إيا الخل يعني عندك اختيار في هذا الجوج الخل تقدر تعوده بالحامض وكذلك الكريمة السائلة كتتعود بضانون أو الياغورت طبيعي جوج مع القعامرين صغر ديال المايونيز يقدر يكون مايونيزية إما ديال الطريق إما تزنقها بحال بحال هنا غاد نخلط مزيان هاد المكونات مع بعض ديتهم حتى أنه من سجمولية هاد غاد نضيف عليهم الجزر أو المكور صراحة كتجي زوينة بزاف هاد السلطة بكترة ما سهلة يعني كتوججيها بزربة وباردة وكتجي صراحة غزاء للناس اللي داجة ضيقينها في هذا في كي اف سي راه هم عارفين شحار زوينة وشحار باردة وكتجي وعرا وعرا مع التقديم في الغداء أنا صراحة كتعجبني بزاف جربوها غادي تعجبكم وأكيد غادي تعجبكم بزاف بزاف سوف ينا كيف ما كتلاحظو بعد ما خلطت المكونات مع بعض ديتهم مزيان ضفت عليهم المكور وضفت عليهم الجزر ديما الجزر خاصو يكون قل من المكور المكور خاصو يكون كتير والجزر خاصو يكون قليلا هدا هو الحقيقيين ديال كولسلو سوف ينا غاد نخلط هاد المقادر مع بعضهم وغاد نساجم الكريمة مع الخوضة وغاد نرجع معكم في التقديم ديال طبق ديالنا كيف ما كتلاحظو هذا هو الشكل النهائي ديال السلطة اللي كيجي رائع بزاف وكيجي زوين وكيجي باردة تقدموها مع أطباقكم الصيفية وشكرا بزاف المشاهدة حتى الأخير نتمنى أنكم تدعموني باللايكات ديالكم وتعليقتكم المشجعة وشكرا إلى فيديو قادم إن شاء الله